السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبشهد أولادكم جميعاً اليوم حاب أحكي عن الشرط الإعالي أو الدخل المطلوب للم الشمل في السويد أنا رح أدخل على موقع الهجرة ومن خلاله أنتم ممكن تعرفوا المعلومات المطلوبة إذا كان عندكم أسئلة لكن أنا رح أحكي بشكل مختصر عن الدخل المطلوب طبعاً لما نطلح موقع الهجرة نفتحه بهذا الشكل فنضغط على هذا الشكل الكرة الأرضية هون ونضغط على اللغة العربية بطلعنا المعلومات الموجودة باللغة العربية طبعاً ممكن المعلومات المتوفرة باللغة العربية لكن معظمها خاصة بالنسبة للم الشمل وانتقال إلى أحد الأقارب في السويد هنضغط عليها في هون أول شيء أخبار فننزل لتحت وهون الطلبات الموجودة ممكن واحد يضغط على الشيء القضية اللي بتهمه هون فيه المعلومات المتوفرة لكن أنا رح أدخل هون على شرط العالي والسكن وفيه معلومات متوفرة من من الأشخاص اللي بيشملون هذا الشرط طبعاً من نسبة للدخل لعام 2020 إذا كان الشخص بالغ أعزب فلازم يكون راتبه أو ما يزيد من راتبه وعفواً 5200 كرون إذا كان شخصين بالغين أو متعايشين سوياً 8264 كرون يعني مثلاً حابب أشرح بهذه النقطة إنه مثلاً إذا كان شخص بس بده يلم شمل زوجته فقط فلازم يتوفر معه بعض خصمة ضريبة وإيجار البيت فقط لازم يتوفر معه هذا المبلغ 8264 كرون طبعاً العام الماضي كان 8133 كرون هلأ زادوها شوي فبالتالي باقي المصروفات الشخصية للشخص اللي عايش في السويد ما بتتضمن هذا الشيء يعني هني ما رح يخصمه منك مثلاً فاتورة الكهرباء أو إجارة المواصلات أو غيره فقط السكات وإيجار البيت من الراتب الكلي بالتالي لازم يزيب معك هذا المبلغ إذا رح تلم شامل زوجته فقط أما بالنسبة للأطفال فرح يمضاف للمبلغ 8264 عن كل طفل حتى 6 سنوات 2654 كرون وعند كل طفل فوق من السبع سنوات فما فوق 3555 كرون بالنسبة للسكن بالنسبة للسكن لازم يكون السكن مناسب للعائلة إذا كان شخصياً مثلاً ممكن استوديو ينفع بحيث يكون في مكان للطبخ وحمام وغرفة نوم وإذا كان في أطفال فلازم يكون طبعاً السكن يناسب وجود أطفال بحيث يكون في مثلاً غرف مناسب للأطفال بحسب عددهم وأنا رح إن شاء الله أحط هذا الرابط المعلومات باللغة العربية بحشان تؤروها وإذا كانتكم أسئلة تشوفوها من خلال الموقع وتعرفوا على المعلومات بنفسكم إن شاء الله تكونوا استفدتم من هذه المعلومات وشكراً للمتابعة